صدر الرجال وجاء على حصاب على حصاب على شفاء المرأة المسكينة شين ندهل به عندما يتعلق الأمر بحياة إنسان يصارع بين الحياة والموت على أسرة مستشفيات متهالكة لا يمكنها استيعاب حجم الخطر المتمثل بجائحة كورونا بالتأكيد سيكون ذلك في العراق الذي أنهكه الدمار والفساد وصراعات سياسية تجني المكاسب حتى إن كانت على حساب أرواح الشعب وفي الوقت الذي أصبح الموت يفتك بضحاياه الذين يبحثون عن ذرة أكسوجين تنقذ حياتهم داخل المستشفيات كشفت مصادر خاصة للتغيير عن سر النقص الحاد بالأكسوجين في جميع مستشفيات العراق والمتمثل بوجود خلاف بين وزارتي الصناعة والصحة بسبب عدم تزديد الأخيرة مستحقات الأكسوجين لوزارة الصناعة ليتحول الموقذ الوحيد في الخلاص من أزمة جائحة كورونا إلى أداة بيد المسؤولين متجاهلين حاجة المواطن لهذه المادة ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو يؤكد انقطاع الأكسوجين المركزي في ردهات عزل مصاب كورونا في مستشفى الإمام علي في مدينة الصدر الأمر الذي دفع المواطنين إلى شراء قنان الأكسوجين من المعامل الأهلية على حسابهم الخاص نحن في مستشفى تشوادر مستشفى الإمام علي العزل أكسوجين ماكو المركزي توقف وبطالة ماعدهم من ستة صبع لي حدنا وعالمة وفيت وحال الغام حال العالم انقذوا تشوادر رحمة الوالديكم عميكو أكسوجين عميكو أكسوجين شوف هاكلها من قرعيبنا جبناها معارفنا بالمدينة جابوا لنا هذا المركز عمي مابي مابي شوفو الفساد وعدم المبالاة الذي وصل لحد حرمان المواطن من الهواء النقي وضع البلاد أمام حقيقة لا تقبل الشك حول حجم المأساة التي يعيشها الشعب العراقي وخاصة المصابين بفيروس كورونا فيما ينعم سراق الأكسوجين بحياتهم وأموالهم غير أبيهين بحياة الناس أما المصابين فقد آثروا البقاء في منازلهم وسط محبيهم على أن يسمعوا قصص نفاذ الأكسوجين من المستشفيات ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر